وينضم إلينا من موسكو الدكتور رولاند بيجاموف الأكاديمي واللاحة السياسي دكتور رولاند مساء الخير أولا إذن لفروف يقول بأن ما جرى من حماس في السابع من أكتوبر الماضي لم يحدث من فراغ ألا تخشى موسكو أن مثل هذه التصريحات تباعد المواقف أكثر مع تل أبيب مساء الخير أستاذ أمرو تحياتي لك ولمشاهدين طبعا يجب أن ننظر إلى هذه القصة من جهتين يعني هناك حدثين مهمين حدثت اليوم كان اللوروف يتحدث المنتدى في الدوخة وفي نفس الوقت كان هناك اتصال حاتفي بين نيتنياهو وبوزين وفي كلتها الحالتين كان هناك التركيز على دور روسيا وعلى موقف روسيا في ذلك الإثبات بأن هذا لم يعطي من الفراغ كما قلت هو أمر طبيعي جدا لأن اللوروف أشار إلى أقود من التجاهل لهذه القضية وقال أنه السبب الرئيسي لهذه التصرفات لما حدث هو على مدار الأقود لم نشهد نحن حل القضية الفلسطينية ودرورة القيام بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة لم يخدث ذلك حتى يشار الوروف أن هذا شيء ليس غريب لأن هناك بالمناسبة هو تحدث أن ثقافة الإلغاء في طوات من المناسبات وقال أن هذا أيضا أحد الأمثلة لثقافة الإلغاء ثقافة الإلغاء لدي الولايات المتحدة ولدي الغرب والبريطانيين مع الأمريكان في الدرجة الأولى هناك نوع من الغالي أن هناك أصدقاء وهناك الأصدقاء بين قوسين من الدرجة الثانية فلذلك هناك التركيز في الأولوية توطى لإسرائيل كحليفة أساسي ثم تعطي مسائل أخرى فلا عجب من ذلك دكتور طيب يعني ينتقد الرئيس بوتين الموقف الإسرائيلي وينتقده قادة كبار في القيادة الروسية لفروف وغيره هل هذا الانتقاد الشديد اللهجة لإسرائيل من موسكو يستند إلى موقف مبدئي أم أن المسألة حسابات سياسية ليس أكثر من ذلك هو طبعا الحسابات السياسية موجودة كما قلت ولكن قبل كل شيء هنا يجب أن نشير إلى أن هذا الاتصال بين نتنياهو وبوتين هو ضمنيا الاعتراف بدور روسيا يعني اليوم حتى المحللين من الجالية اليهودية في أوكرانيا كانوا ينتقدون نتنياهو لماذا أصلا رفع السماء وتكلم مع بوتين يعني وصلت إلى مثل هذه الدرجة وعندما نقارن بين البيانين الإسرائيلي وروسي نرى هناك البيان الإسرائيلي كأنه نتنياهو انتقد وقال وركزوا على الإنسانيات ومواصلة الاتصالات في المستقبل ألا سعيد آخر هناك البيان الروسي متزن وهذه جدا يقول أن الشيء الإنساني ومواصلة الاتصالات وهنا في اعتقاد الشخصي أنا أعتقد أنه نحن نشهد الآن دورا ناشطا روسيا في هذه المرحلة بالذات أولا الموقف الروسي في المحافلة الدولية وخاصة في المجلس الأمن الدولي ولذلك أتت انتقادات من نتنياهو أمر طبيعي جدا هو للتسويق الداخلي في إسرائيل في الدرجة الأولى وثم هي الرسالة الموجهة لروسيا وثانيا هناك يجب أن نخذ في عين الأختبار أن كل هذا يحدث بعد زيارة بوتين إلى الإمارات والسعودية وثم زيارة رئيسي إلى إيران يبدو أن الموقف الروسي والمواقف الروسية هناك نوع من التنصيق فيما يتعلق هذه القضية فيما يتعلق مستقبل تطوير الألاقات والمقاربات لحل هذه المشكلة ولكن يجب أن لا نكون متفائلين أكثر من اللزوم هذا هو الأمل الدبلوماسي وبلا شك كل شيء يتوقف الآن على أهل غزة وعلى قدرة مقاوماتهم للأدو وثم هناك طبعا الأمل الدبلوماسي والجهود العربية في الدرجة الأولى وغيرها من الأطراف التي متعاونة أو الأطراف الصديقة مثل روسيا لحل هذه المشكلة طيب يعني روسيا وعلى لساننا وزير الخارجية لابروف تقول بأنه ستواصل ممارسة الضغوط السياسية من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة يعني أريد أن أسأل دكتور يعني ما هي الأليات التي تمتلكها موسكو لتحقيق هذا الهدف بلا شك الضغط هو متواصل يعني شهدنا الموقف الجمعية العمالي للأمم المتحدة شهدنا التصويت في المجلس الأمن الدولي الذي أضبط مرة أخرى بأن هناك ثقافة الإلغاء إلغاء للشاب فلسطيني وثقافة التشجية وإغطاء غطان سياسي ومعنوين وإخلاقين وخطي مدين وبالأسلحة إلى إسرائيل هذا الأمر لن يطول يجب الإدراك بأننا لا أثبت هذه المرحلة من الحيمن الأمريكية قريبة من الانتهاء ونحن نشهد مرحلة جديدة في إبارة ولادة العالم الجديد وماذا شهدنا مثلا في المنطقة العربية هناك نستطيع أن نقول أن عملية التطبيع التي راهنت عليها الولايات المتحدة قد فشلت في ألاونا الأخيرة لا أعرف هي ستستعنف ولكن على المدى القريب لا يمكن الحديث مع التطبيع ونحن نرى أن الرحانات الإسرائيلية لزرع الفتنة بين المسلمين وفي الدرجة الأولى بين السعودية وإيران أيضا فشلت اليوم تمكنت الصين مثلا أصبحت وتمكنت الربط من تقارب المواقف السعودية وإيرانية نفس الشيء روسيا فلذلك هو في نهاية المطاف خسارة للديبلوماسية الأمريكية ولكن الأمريكان والبريطانيين هم الحمهم الرئيسي هو إسرائيل ومصلحاتهم الرئيسية مع الدولة اليهودية في هذه المنطقة التي عبارة طويلة الغرب هنا عن تصريح لافت أيضا من ضمن تصريحات لافروف اليوم عندما قال يجب أن تكون هناك مراقبة دولية على الأرض في غزة هل يفهم من هذا التصريح أن موسكو يعني ربما تكون مستعدة للمشاركة في أي آلية لمراقبة دولية على الأرض في غزة أعتقد أنه موسكو طبعا ستكون جاهزة للمشاركة حتى في مثل هذه الأمليات حوز السلام ولكن من السابق لأوانيه التحدث ذلك لأن غطيرش ليس كل شيء في إيدي ولكن لافروف يتحدث عن ذلك فهناك الانتقادات لغطيرش من الطرف الإسرائيلي ولن يكون هناك دعم من الولايات المتخدة لغطيرش أيضا الأمريكان سيستخدمون حق النقط في أي لغة يستطيعونهم ولذلك يستطيعون أيضا منع أنشطة غطيرش غطيرش ربما يريد شيئا ولكن هناك المصافة بين التمانيات وما يمكن تحقيقه على الصاحة في الميدان طيب دكتور أخيرا أيضا السيد لفروف يؤكد أن موسكو تتواصل مع الجناح السياسي لحركة حماس هل سيكون هذا الموقف موقفا مبدئيا ستستمر موسكو في التمسك به أم ربما يتغير بتغير الأوضاع على الأرض لا أعتقد هذا لن يخدس المدى القريب على المتوسط لا يمكن لموسكو مثلا أن تقوم بإدراج حركة حماس في قائمة الحركات المغدورة روسيا ترى فرقا بين حماس وبين الحركات مثل دائش وحيط تحريط الشام وغيرها لماذا؟ لأنه ألا رغم أنه لفروف قال أن روسيا أدانت الهجوم الحماس في هذه في أصابة من أكتوبر ونوسي شيء بالمناسبة قال لفروف ولكن في نفس الوقت هم قالوا ركزوا على أسباب التي أدت إلى هذه الهجوم يعني المطاردة الفلسطينيين كشعب المماطلة والتسويف والتجاهل وغيرها من الأمور والسياسات التي نحن نشهدها اليوم وهناك التنصيق بين إسرائيل طبعا وبين أمريكا وبريطانيين في هذا المجال لا بد من الإشارة إلى ذلك فكما قلنا هذا ما نشهده نحن اليوم نعم إذن الدكتور رولاند بيجاموف الأكاديمي والباحث السياسي من العاصمة روسيا موسكو شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا